لكن ركز معايا بقى في الكلام اللي انا حلولك دلوقتي لانه كلام مهم جدا وفي اطار الشائعات المبالغ فيها اللي بتطلع عن النادي الاهلي في كام واحد كده انتم عارفينه كام واحد مع كام الاحترام والتبذير ليهم هم عايزين ياخدوا الاهلي في سكة ايه سكة ايه يمشوا كده ياخدوا الاهلي في سكة عدم الاستقرار الفني وكمان الادارة هم شايفين الاهلي مستقر شايفين انه حصل كلام كتير او على مسيماني بعد ماتش الجيش وانا واحد من جمهور الاهلي بشوف ان ده غير منطقي اه بنزعل لما بنخسر بطولة بنزعل ما فياش اي مشكلة لكن ما فيش الاسباب الكافية اللي تقدي لرحيل مسيماني يعني ممكن يكون فيه سبب اتنين لكن اسباب كافية تخليني ان انا اخد قرار انا شبتكلم على السلام المجلس ادارة ولا عارف الناس بتفكر ازاي في المجلس ولا كلام من ده انا بتكلم كرؤية واحد من جمهير النادي ما فيش اي اسباب كافية تخليني ان انا ماشي مسيماني واجيب واحد ثاني في بداية موسم زي ده في كمان ايه في موضوع صفقات انا اتعاقيت معا والتنصيق مع المدير الفني وبالمناسبة في حتة دي مش معنى اصل مدير فني مسيماني هو اللي اختار مسلا بير سيتاو على اختار ميكي سونيا اختار مش عارف اللعب اللي جات دي مش معنى ان الناس في النادي الاهلي من همش داعوا اصل مدير الفني هو اللي اختار لا أو أقوله بالتنصيق الأهلي من يجيبش العيب غير ما يكون مقتنع بيه كبقى لجنة التخطيط كابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكرة بتسمع رغبات المدير الفني اتفقت مع رؤيتك الفنية تمام بتاخد يعني ايه خطواتك في التعاقدات فدي جزئية مهمة يعني الشيء بالشيء يسكر لكن الكام واحد دول اللي بيحاولوا ان هما ياخدوا الأهلي في الطريق ده قال لك مرح ايه قال لك الأهلي قبل ممتش قبل ممتش بساعتين ثلاثة قال لك الأهلي ايه بيتفاوض مع جروس كلام غير حقيقي بالمرأة خد مني الأكيد اسمع مني بس ما حصلش أي تواصل من مسؤولي النادي الأهلي مع أي مدير فني آخر تيبك بقى لجروس ولا لأي حد مفيش أي تواصل بالمناسبة برضو وارد ان يبقى فيه متغيرات في كرة القدم دي مش مضمونة مش مضمونة بس ابتكلم عن الفترة اللي احنا فيها دي مفيش أي تغيرات هتحصل للمدير الفني في النادي الأهلي ممكن حضرتك ما تكونش مقتنع بمسماني ممكن انا اكون مقتنع او مش مقتنع ممكن اي حد لكن في نفس الوقت في ناس احنا عندنا ثقة فيهم هي اللي بتدير ومن خلال ان احنا عايشنا في النادي الأهلي كتير ومن خلال جمهور النادي الأهلي اللي حافظ كوي السيستم النادي مش الأهلي اللي بيحاسب بالقطع هتقول لي طيما هو مفيش قطع او اللي حاجة اهو احنا خسرنا بثلتين واربعات دوري وسوبر هقول لك ماشي الدوري ليه ظروفه احنا كلنا عارفينها حلو السوبر مباراة واحدة خسرناها بضربات جزاء كنا وحشين جدا فيها او انا كنا وحشين جدا فيها نستحق الهزيمة مش بيختلف معاك سواء بقى على بخصوص الاراية الفنية مستوىات اللعبة احنا كنا وحشين نستحق الهزيمة لكن هي دي اسباب كافية مش كافية مش كافية فيه سوكة كبيرة جدا في المسيماني في الجهاز الفني وفيه مشروع بيتعامل في النادي الاهلي المشروع ده مش هيكمل غير بدعم الجمهور مش هيكمل ومش هينجح غير بمساندة جمهور النادي الاهلي اللي عنده قدر كافي جدا من الوعي ممكن البعض يكون لهم رؤية تانية تحترم ده امر مؤكد لكن في نفس الوقت لازم ان احنا ما نديش فرصة كجمهور ما نديش فرصة للناس اللي عايزة تهد استقرار النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني تلاقي واحد عنده مشاكل في النادي قد كده وازمات في النادي قد كده ويتكلم على النادي الاهلي ويحاول يخلق له ازمات ما لك انت وما للأهلي خليك يا سيدي في ناديك ومشاكله وازماته ربنا يوفقكو في حلها مفيش مشكلة لكن ملكش دعه في نفس الوقت بالنادي الاهلي ولا تحاول تعمل مشاكل في النادي الاهلي الاهلي مستقر مفيش اي مشاكل ورد جدا ان انت يبقى يومك مش يومك تقسى وتقسر دي كرة القدم لكن في نفس الوقت اللي انت لازم تكون متاكد منه ان في مشروع يتعمل بالنادي الاهلي وبالمناسب المشروع وهو يتعمل انت بتاخد بطولات ومش اي بطولات انت تاخد افريقيا مرتين وبت mająt ا independ dest dissoci وبتاخد السوبر أفريكي فالمشروع هيستكمل بإذن الله تعالى برضو بقول لكم فيه متغرب ممكن تحصل في الكرة على حسب إيه النتائج على حسب الأمور هتمشي إزاي لكن زي ما أنا بأتكلم معاكم لحد دلوقتي المشروع بيكتمل في النادي الأهلي وحيستمر إن شاء الله بإذن الله لحد لما تحقق الأهداف اللي أنت عايزها ولو حصل أي حاجة مختلفة في كرة القدم كل شيء وارد يعني أنا بأتكلم معاكم لغاية هذه اللحظة بوضوح تاني الناس بتكلم على المدرب العام هل حيبقى فيه مدرب عام حييجي أو لا طب كابتن سامي أمصان هو اللي موجود مش موجود كلام من ده لسه الناس ما قررتش في النادي الأهلي لسه ما فيش أو مش عايز أقول ما قررتش كل شيء مطروك للرؤية الخاصة بيهم بالتنصيق مع مسلماني لجنة التخطيط وهيتم اتخاذ قرار لكن زي ما احنا عافين لحد دلوقتي هو كابتن سامي أمصان ما فيش كلام يعني كتير في الموضوع ده حتى هذه اللحظة ناس كتير بتسألني على موقف جونيور أجاية أجاية لسه موقفه زي ما هو زي ما حكينا لكم قبل كده بعد كمان بيتكلم على هل وارد الأهلي يعمل صفقات تانية ولا لا بنسبة 99% من 10% الأهلي مش عامل صفقات تاني ومش هيبقى فيه تعاقد مع أي لعب إلا لو حصل ظرف طارق مثلا بإصابة لعيب مهمة عندك لقدر الله أو حاجة شبه كده يعني فممكن ساعة تتفكر لكن حتى هذه اللحظة الأهلي معا قايمة ممتازة من لعبين وتعقدات مميزة جدا ترجمة نانسي قنقر